طب ما انت خدت الظهرة شباب هذا الجيل ولعلمك عشان تبقى فاهم بعد إلحاحك الشديد علي اضطرت أسفة بالعافية قارث أخذلك معاد من مامي إلحاحي؟ إلحاح أنا؟ يا سلام لا يا هانم إن كنت ناسية أفكاري ها إيه رأيك؟ قديمة قاوي يا مادليا ومادليا خشب الشغل ده كان بتاع زمان يعني ده شغل مين ده؟ ده شغل بندق بندق ده أساسا من زمان كان أي كلام أنا الحمد لله دلوقتي يا ربنا كرمني يعني آخر كرم وبقى عندي كاسة ضبل أحمر بطبع منه بقى شراية الأصدقاء والجتس بقى وليلة بس بمناسبة إيه يعني اللي دا دي؟ بمناسبة مرور ست سنوات على ماشينا مع بعض رانيا اوعي تقولي الكلمة دي تاني ماشينا مع بعض انت مش ماشي معايا يا ماما انت ماشيا جوايا عادل إحنا لازم نوضع حد الماشينا ده لو تعبت من الماشي ممكن تريحك يا عادل لو سمحتك احنا عايزين نفكر بعقلانية ونوضع حد العلاقتنا أيوة يعني أعمل إيه بصي لو انت زهقتي مني وخلاص عايزة تنهي العلاقة براحتك عايزة تكملي براحتك أنا معديش مشاكل يعني عادل أنا جاي لي عريس جالك عريس؟ أهم حاجة سألته عليه كويس لأن مش معقولة بعد ما تكوني ماشية مع عادل سعيد تتجوز أي حد أي كلام كده انا سمعتي في السوق برضو ممكن تتضر العلمك يا عادل لو سمحت أنا عايزك تحدد موقفك وتقولي هتيجي إمتى تقابل بابا وماما بص يا رانيا حبيبتي أنا مش هقدر راجع قابل بابا وماما دلوقت لأن أنا مشروع شاعر كبير مستني طبعا أطرح الدوان الأولاني بتاعي ووحكات الجواز دي ممكن تعطل العلمك يا عادل يا حبيبي يا حبيبي قلبي أنا استنفست كل مبرراتي لوحمية في ستة وعشرين ونص عريس إيه اللي تقدموا لي؟ تقدم لك ستة وعشرين عريس ونص النص دقيقي اتكلموا مجاش ولا إيه؟ لا ما نحببت أبع الزوجة الثانية الواحد متجوز بين ثلاثة وربع ولا إم مش عارفة المهم إن أنا رفضت وتمسكت بيك فلو سمحت لو مجيتش في خلال يومين تقابل بابا وماما انت عارفة أنا هعمل إيه؟ تعمل إيه؟ هطلب منك ترجعي تلتمية جنيه اللي أخدتهم مني عشان تشتري كاسة الدبل بتاعك لحمر يا عادل وطبعا استخدمتي كل الحية للممكنة والغير ممكنة للوصول لي يا هاني ها أنا استخدمت زكائي كأنسة زكائي كأنسة ولا هبلي كراجل؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إنت فاكر نفسك مين أصلا ده أنت تحمد ربانا أنك مجاوز واحدة زي دانالولا أقناط مامي بالعافية كان زمانك دلتني ميجاوز أية واحدة أية أنا أنا لا يا هانم لا يا هانم ده أنت أساساً أول ما قلت لأمك إن اللي جاي ده إسمه عادل سعيد مجرد ما ذكرتي إسم عادل سعيد أمك حولت من الفرحة خالص يابني أنت مش فاهم ده الكلام اللي أنا قلته لك وقتها عشان مجرحش مش عارك كموقت المصري وشب طموح وإن كنت مش عارف أعرفك أعرفك فالتالي دوشي نجلي أزا كلم أختك المواصفات بتاعة العريس اللي أنت جايبها ده عريس جربوع ومش من مستوى العيلة بتاعتك وإنت مش ممكن تعيش بالمستوى أقل من كده زي كل بنات العيلة ما تتكلم وتقول حاجة يا عبدالسطار والله أنا محتار وبعدين أنت عارفة كويس قوي أن أنت مأري فتحة بتاعتك مع شريك باباكي جزتم بأكبر واحد بتاع النودلس مصر مامي ينوك فاريوال أن أنا ما بحبش النودلس إزاي هيحصل فيه بيني وبينه توافق أنا مش ممكن أتجاوز صاحب ابن صاحب المصنع ده بقول لك إيه أنت مش هتتجاوز الجراجل الجربوع اللي أنت جايبهولي ده اللي عنده كساد دابل أنت فاهمها؟ يا مامي يا حبيبتي ده هو أساسا مستقبل واعد ده ممكن كمان هيعمل ويكبر المشروع ويبيع ولا عاد ولا عاد؟ I said no No؟ أوكي يا مامي لعلمك بقى أنا لو ما جاوزتش عادل حماوت نفسي رامي عبدالرصاص في مدق نعام ما تقول حاجة عبدالسطار؟ والله أنا محتار يا حبيبتي بالفضلك إتي لازم تبثيكي نفسك أرجوكي كل الناس مرت بالحب الأول ده معادة أنا أنا اللي دبست مع أبوكي طول السنين دي وبعدين عايز أقول لك حاجة لو أنت تجوزت شحاتة هتفضلت طول عمرك شحاتة أنت فاهمة ولا بش فاهمة؟ وبعدين عايز أقول لك حاجة ممنهرة ورايح مفيش أي أخروج غير بإذني أفهم من كده أن أنا في حذر تجاول على مشاعري؟ وإني محتوطة تحت المايكروسكوب؟ أوكي بس أنا عايز أقول لكم حاجة أنتم ممكن تتحكموا في جسدي لكن تروحي؟ نفر! ما تقول حاجة عبد السطار؟ والله أنا محتار يا ماما مش معنى أن أنا مشيت معاها لمدة ست سنين إن هي أخلاقها وحشة يعني يا ماما يا نهراء بيد! ماشي معاها ست سنين وعايز تبقى أخلاقها كويسة أما لو أخلاقها وحشة هتبقى ماشي معاها ستين سنة أنت مالك أنت يا سناء أنت مالك أنا بتكلم مع ماما وبعدين يا ماما العلمك دي طيبة جدا أنا بحبها عشان طيبة قلبها عارفة دي عبيتة قوي يا ماما ده أنت اللي عبيت قوي وخايب قوي ده كوني ستات أنت ما تفهمش فيه يا خايب يا خايب يا خايب مالكيش دعوة وبعدين بصوا بقى يا جماعة أنا خلاص قررت إن أنا روح أخطوبها يوم الاتنين اللي جاي إن شاء الله لو أنتم مقتنعين أهلا وسهلا تعالوا معايا لو مش مقتنعين أنا هروح لوحدة بقى يا ماما كده برضو يا عادل عايز تتجوز جوازة أنا مش راضي عنها يا ماما مش راضي ليه طيب شوفيها الأول طيب يا ماما ايف بالله أنا محتار ايه ده الريحة المكمكمة دي ماما 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 ريحة بخور هند يا ماما بخور ايدي زفت ريحة زفت شاش 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 معادي أهلا وسهلا أهلا وسهلا امم أمال فين العروسة هه عروسة؟ عروسة ليه؟ مش لما أعرف الأول المستوى بتاكو وإنتو مين وجايين منين وإذا كان المستوى بتاكو زي المستوى الرفيع بنا ولا لا؟ أنا مش شايفة أي مستوى إيه الألوان دي وإيه الفرش ده وإيه الكليم اللي في الأرض ده ايه ده متقوليش الكلام ده خالص من فادلك علشان أنت ما تعرفيش أنا المستوى بتاعي في العبشات بتاعتي مستوى الرفيع جدا زي ما تقولي السهل الممتع ولا ايه عبدالسطار؟ والله انا محتار واضح ان الاستاذ عبدالسطار على طول محتار انا بقى لازم تفهم ان بنتي لازم تعيش في مستوى رفيع جدا جدا زي ما عايش هنا مع ماما وبابا يعني مثلا لازم تروح النادي كل يوم علشان تاخد بن سولاي علشان التام بتاعها الباديكور والمانيكور لازم يقولها هنا في البيت ما تروحش هناك خالص لازم يكون فيه شوفور لازم يكون فيه سنترول هيتنج لازم يعني كل الكمالياتات دي بصي حضرتك بالنسبة للكوافير والمانيكور وكده دي كلها حاجات مقدور عليها ده في بقى لسه الاساسيات يعني زي ما انت شايف ان انا قاعدين هنا في بيت متين وخمسين متر فيه اتنين سالدبا فيه كل الكمالياتات اللي انت ممكن تتخيلها وبنتي مش هتعيش اقل من هذا المستوى اه بس حضرتك يعني واضح ان البيت عاجبك لانه بيتك طبعا مش هقدر اعيش معاك انا بفكر استقل انا ورانيا الواحدينة في بيت يعني الواحدينة انا كيها ديسا ومين قالك ان احنا بنعزمك حبيبي انت لازم تعرف ان انا عندي الخصوصيات بتاعتي انا اه طبعا طبعا اه ايه طلباتكم بقى اه طلبتي ان بنتي لازم تعيش في شقة تلتمية متر لازم يكون فيه تلاتة سالدبا لازم يكون فيه كتشن كبير يكون فيه صوف راجي يكون فيه طباقي يكون فيه كاميريرا يكون فيه ناس بتاعت المساجر فان ده انا في البيت ده غير الستاير والبيبلوهات وكل التماثيلات اللي موجودة هنا تكون من انتيك ها ارجوك حيلك حيلك على احدة كله قلت لك تلاتة سالدوبا ما كناش غلطنا وجايين نقط بالكنتسة عزيزة اه ايه يا سناء ايه سناء انا راني عندي احسن من ميك كنتسة طب كوعة يا اخويا كوعة تلاتة سالدوبا حضرتك انا ما فيش مشاكل ان شاء الله هسترفوا يعني قصدي اتصرف يعني ان شاء الله حتى ابيع كاسة الضب الاحمر بتاعك هديت الواد اتبطيتي ايه دي دون بطا دي بقولك ايه انا كل ده انا لسه مش وفقنان اه انت لازم نشوف اذا كنت حتقدر تجيب الحجايات دي ولا لا طب اياختي ما نشوفه العروسة الاول ايو شوفه اذا كانت السهل ولا لا حسنا بنتي لسه لاتة كانت ثانس دي والتي يطري فاتجي فتلاتة من ان شاستاء ايه رايك انت اوي الساذة عبستاه واللهي انا محتار دوستاز اطلستاز دوستاز دوستز دي وقت هيا يا ماما جوع من سبع دور عادي الشكل ولبس في الحيط انا شخصيا ما اقدرش عشرها يومين على بعض وانتي يقل لي زنقك عليها يا ماما اقل لي خليك تعشي واحدة عارة زي دي انت عندك بيتك اه الحمد لله ابوك مستتني اه واضح يعني الحمد لله ان في تفاهم بين العائلتين في يعني اقول مبروك مبدئيا ليا ومبروك ليك طبعا يا رانيا ومبروك لينا جميعا وحد بقى سمعنا زغروت يا اخوانا وعقبالك كده يا هوا يا نجلاء آاه اوه الفرحت فرحت كاي فتاة سازجة مراحقة تفا هتلبس الفستلة بيض يا سلام ما انا كمان فرحت زي اي شب سازج هيلبس البدلة السودة يا ابن انت اصلا كان لازم مش تفرح ده انت تطير من الفرحة يا ابني اصلا انا عروس هاللقطة يا ساقه تم انا برضو لقطة انا القط منك لعلمك بقى اقولك يا عادل من الاخر يا حبيبي انا جوزتك علشان انت صعبت عليها صعبت عليكي ماشي ماشي لعلمك انا الاول صعبت عليك لكن بعد ما اتجوزتك بقيت مصعب على مصر كلها عادل عادل خلصني يا عادل من الاخر هجيب الفستان بتاع عالس برادي العجائب لبنتك يا سمين ولا لا بص يا رانيا انا لو جبت الفستان بتاع ياسمين مش هيبقى معايا فلوس اجيبلك فستان صهرة شفته يجنم عادل يا حبيبي يا قلبي يا سيتي يا ناس ملا عليك يا ناس اسملا عليك اجيب لي فستان صهرة يا حلوة يا قمرة لا مش هينفع بقى اهم حاجة اجيب الفستان بتاع ياسمين فستان ياسمين انهي اللوه بتاع الحفلة التنكرية الحق يا عم تاول على الحفلة التنكرية مش مهم يا عادل اجيبات المهم انت منين هتجيب الفلوس اللي هتشتريلي بيها يا فستان الصهرة اه انا بفكر صراحة يعني ابيع كاسة لاحمر الدبل فكرة ولا فكارك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة